Hello grade 6, it's problem 1 on the page 48. Construct two adjacent angles, TBZ and ZBU, such that TBZ equals 78 degrees and ZBU equals 63 degrees. فإذاً بهدى الحالي نحنا عم نرسم two angles وبدن يكونوا adjacent. لازم نرجع نتذكر شو يعني adjacent angles. For adjacent angles بدي يكون في عندهم the same vertex. إذا أنا بجي بطلع بي هيدولة two angles من خلال name للangle عندي هون vertex B and vertex B. So they have common vertex B. كمان بدي أعرف ال common side. أنا هون عندي BZ هو side وBZ هو side. فإذاً هيدا ال BZ هو common side between the two angles. So in this case we have the common vertex B and the common side BZ. فإذاً ضروري كتير نحنا نحدد هيدول الألمنت قبل ما نبلش بالرسم. فإذاً بدنا نبلش بالرسم بدي أنا أرسم أول شي نقطة ال B. وبعدين بدي أرسم ال common side اللي هو التفانى BZ. فإذاً هيدا ال BZ. هلا بدي أرسم two angles lying at both sides. بدي أرسم angle من هيد الجهة وangle من هيد الجهة. ولكن أنا بدي أنتبه أنه هون في عندي given measure. So في أنا أحط هون to the left في حط T. So وهيد لازم يكون في عندي لإياس 78 degrees. أنا بقدر هون أعرف المجر لهيد الأنجل من خلال استعمال protractor. وشرحنا بفيديو سابق كيف نحنا ممكن نرسم angle. The other side بدي أرسم ZBU. ZBU. وكمان بدي أنتبه لإياس و63. So ZBU equals 63. فإذاً بالحقيقة راح يطلع هيدا الشكل. فإذاً عندي TBZ is 78 degrees. ZBU is 63 degrees. Then calculate TBU. فإذاً مطلوب مني إنه أحسب TBU. هيدا العنجل كله سوى. TBU. أنا فإذاً هيدا العنجل TBU بتساوي TBZ. هيدا العنجل A اللي هون. TBZ زائد العنجل B اللي هي ZBU. فإذاً أنا في عندي المهجر of each angle. عندي TBZ equals 78. and ZBU equals 63. And then 78 plus 63 is 141. So we add them up and we get 141.